كمان تكلمني عن التحديات ما ينفعش تبقى كل حاجة أكيد وردية في نقاط معينة محتاج أبني عليها محتاج أعدلها الكادر نفسه اللي شغال في قطاع السياحة احتياجاته ايه وازاي يقدر أطور هي احتياجات طبعا احنا بنتكلم على حاجتين أساسياتين رقم واحد عشان أقدر أوصل مثلا زي هذا المشروع العظيم العملاق العالمي اللي بتكلم عليه سيادته اللي هو خاص بمسارع المقدسة اللي بتكلم عن تكليف أنا تكلمت هذا التحدي كي بالتمويل يصل إلى مئات المليارات من الجنيهات ما فيش جهات مانحة دولية تشتغل فيه على الإطلاق ما حدش هيمدي إيده ويساعدك أبدا كله بإيديك احنا شفنا العشر سن فاتت انت بتبني بإيديك ما فيش دولة بتمديلك إيديها بشكل قطع كل العلاقات الدولية سيد العزيز مبنية على المصالح الدولية وانت أوروبا مجهولة باللي فيها بروسيا وإوكرانيا أمريكا بتحاول تساند إسرائيل بشكل أو بقطع فيها مجهولة أيضا إيران عاملة إزعاج جامد جدا لأمريكا ومنطقة الشرق الأوسط محدش هيبصلك في هذا الإطار وبالتالي أنت اللي بتصنع بإيديك في ظل هذه المعطيات البسيطة جدا الحقيقة حاضر حديث كديد قوي يشيل مصر لسنوات قادمة أمامنا أهم التحديات اللي موجودة في قطاع السياحة برضو الحقيقة هي تدريب العاملين تحديد السلوك المصريين السياحي نحن شعب مضيف نحن شعب طيب بطبعه سلوك المصريين أو سلوك العاملين في المجال لا التعامل نفسه والتدريب على التعامل وليس السلوك نحن بنتكلم عن أن القطاع الكبير هذا اللي بيعمل في حول 2.5 مليون مواطن مصري ودول طبعا كلهم مبارا عن أسر يعني ما هو فرد بطوله اللي بيشتغل ده فرد بيعول أسر الحقيقة نحن بنتكلم عن تدريب هذه العاملين تحدي كبير جدا ده بيتم النهاردة من خلال وزارة السياحة المبادرات الرئاسية والمبادرات والتوجيه الرئاسي الخاص بتمويل هذه المشرعات يعني ما لاي مبادرة أخيرة لطلقاتها وزارة السياحة لسه من حوالي شهر بنتقدم 50 مليار جنيه لهذا القطاع دعم حقيقي لكل من يقوم بإنشاء منشأة سياحية وكمان يبقى في الأولوية الأول مرة ما هذا هو التفكير اللي بنتكلم عليه احنا عندنا العديد من المنشآت اللي مقفولة بالفعل تم تشجيع أصحاب هذه المنشآت إذا كنت أتحولها لمنشأة سياحية بس بشرط أنها لم تكن يعني ما بتشتغلش في قطاع آخر عشان ما بوصش قطاعها لحساب قطاع يعني فهذه المنشآت بالفعل أنت النهاردة بتتكلم على تمويل يصل إلى بحد أقصى 14 شهر بتاخد فلوسك كاملة ومليارات الجنيهات مفتوحة للمستثمين حسب حجم كل مستثمر يعني المستثمر وهو برضو القطاع مر بأزمات ما نقدرش ننكر يعني مر برضو على مدار السنين ماضية بحالة من الركود خلينا نقول أن احنا بنعيد إحياءه مرة أخرى لكن الفكرة في إزاي هبقى مؤهلة بالشكل الكافي أن أنا أستقبل العدد المستهدف للسقح بتاعي وإزاي أسوق لنفسي يعني احنا يمكن في أحيان كتير ما بنسوقش بالشكل الأمثل في دول ما عندهاش حاجة من اللي عندنا أو عشرنا وبتسوق لحاجة صغيرة أو تجيب بها السياح أنا ما عنديش ده إلا أنا مفتقدة في فكرة التسويق سواء التسويق الخارجي أو حتى التسويق في السياحة الداخلية أسدك الكلمة على التحديات فقلنا أن التمويل السياحي تمويل كبير جدا ويحتاج إلى أرقام ضخمة جدا تكلمنا على تدريب العاملين التسويق السياحي أو براندينج إيجي بسمحنا بنقول إزاي أتكلم على إمكانات مصر الحقية الجديدة لأن مصر طول عمرها معروف الهرم والمعابد الموجودة في الأسر وأسوار بالنسبة للسياح الأجنبي الغربي إذا وزول كفاء العيلة أو السياح الجيد في الإنفاق ده ما كانش وصله أبدا أن أنت عندك النهاردة مدن تقدر تسوي لها بعد مهرجان العالمين والحقيقة والاهتمام الإعلامي الحقيقي المحترم وبس على مدار اليوم الحقيقة والحفلات والترفيه اللي يتم دي جزبت نوع تاني جزبت نوع تاني من السياح صحيح جزبت نوع تاني من السياح